سوقطراء محافظة مستقلة إعلان جاء ليتوج مشاريع البنية التحتية التي حضيت بها الجزيرة خلال الأعوام الماضية والتي أهالتها لتكون محافظة جزيرة سوقطراء إحدى أهم عشر جزر عالمية في التنوع الحيواني والنباتي ومن هذا المنطلق ظلت محور اهتمام القيادة السياسية السابقة منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في العام تسعين تسعمائة والف لقد حرمت الجزيرة في الماضي من الأشياء الكثيرة من وصائل المواطنات والبنية التحتية والتعليم والصحة والآن تحققت بفضل ذلك اليوم التاريخي الذي تم فيه استعادة وحدة الوطن في الثاني والعشرين من مايو شهدت سوقطراء خلال العقدين المغضيين نهضة تنموية في جميع المجالات تجسدت بعدد من المنجزات الاستراتيجية العملاقة والمشارع الخدمية والتنموية والاستثمارية في العام الفين واثنين انجز مطار سوقطراء مجحزا بجميع المرافق من صالات استقبال المسافرين والبرج والمكاتب الإدارية وكذلك المبنى الخاص بسيارة الإطفاء الخاصة بالمطر بتكلفة إجمالية قدرها مليار وخمسمائة وستة وستون مليون وتسعمائة وثلاثة وعشرون ألف ريال كما تم إنجاز اللسان البحري لتمكين الجزيرة من استقبال السفن والشحنات البحرية بتكلفة مائة وخمسة وعشرون مليون ريال في مجال الطرقات شهدت الجزيرة شقة وسفلتت شبكة طرقات بتكلفة أحد عشر مليار ريال ربطت مناطق ومدوريات الجزيرة ببعضها من الشمال إلى الجنوب والشرق والوسط ليتمكن المواطنون والسياح الذين يقصدونها من التنقل بسهولة لقضاء كل احتياجاتهم اليومية دون عناء أما في مجال التنمية البشرية فقد تم إنجاز خمسة وستين مشروعا تعليميا بلغت التكلفة الإجمالية ستمائة وعشرين مليون ريال في حين لا تزال العديد من المشاريع قيد التنفيذ الأمر ذاته بالنسبة لمشاريع الصحة حيث نفذ أكثر من ستين مشروعا صحيا أبرزها المستشفى المركزي والبالغ تكلفته نصف مليار ريال وإلى جانب المستشفى المركزي أنجزت مشاريع صحية أخرى بلغت تكلفتها الإجمالية مئتي مليون ريال توزعت على وحدات ومراكز صحية في مجال البنية التحتية تم إنشاء مشروع مياه لمدينتي حديبو وقلنسية وبناء المجمع الإداري للأرخبيل بتكلفة إجمالية بلغت مئتي وثمانية ملايين ريال كما تم إنجاز مشروع كهرباء المديريتين من خلال وضع مولدات كهربائية بتكلفة إجمالية بلغت مئتي مليون ريال الاتصالات هي الأخرى شهدت إنجاز محطة اتصالات فضائية وكبينات وشبكات بمبلغ مليار وستمائة وأربعة وأربعين مليون ريال كما تم إنجاز محطة الاستقبال والرسال لشبكة الهاتف النقال يمن موبايل وهي الوحيدة في الجزيرة وفي المجال الزراعي شهدت الحكومات السابقة عشرة المشاريع الزراعية أبرزها حواجز المياه والخزانات والكرفانات ومبنى مكتب الزراعة ومذبنى مكتب الزراعة وملحقته فضلا عن عدد من المشاريع الزراعية بتكلفة إجمالية بلغت مئة وستين مليون ريال الثروة السمكية لم تكن بمنأة عن الاهتمام حيث شهدت الجزيرة تنفيذ مشروع الثلاث مساحة حراج لبيع الأسماك بتكلفة عشرين مليون ريال وكذا العديد من مراكز الإنزل السمكية ومصانع الثل وغيرها من مشاريع البنى التحتية السمكية كون الجزيرة تزخر بثروة سمكية متنوعة وفريدة مشاريع السياحة والبيئة هي الأخرى كانت حاضرة في مارشال بناء جزيرة سقطرة خلال فترة حكم الرئيس السابق حيث تم إنجاز مشروعي تقسيم مجموعة الخبيل لجزر سقطرة إلى محمية طبيعية ومتنزهة سياحية إلى جانب تنفيذ مشروع صوني وتنمية الجزيرة على مرحلتين بهدف التعريف بها وإبراز فاتينة اليمن والعالم سقطرة سياف الغرباني اليمن اليوم